نسوتهم في المدينة العلماء لما حبه يجيبه كده قال لك هم خمسة امرأة البواب وامرأة الخازم وامرأة صاحب الدواب اللي يعني السايس الخير وامرأة السجان وامرأة الساكل اللي بيسقل ايه اللي بيسقل ملك طيب النساء دول اللي قاعدين في بيوتهم بردولين واصحاب الشأن الداكلين دول هم اللي نقلوا لدول وما ده نقلوا لدول يبقى عرفنا كيف تكون اسرار القصور مضغة مضغة بان ينقلها الناس اللي موجودين لمن اللي برا يقعد بقى يسلي اهله ويتكلم بقى ويقولوا هم ايه ينقلوها الى المرحلة التانية فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن يعني عملت لهم دعوة واعدت لهن متكاها المتكا هو الشيء الذي يستند اليه الانسان حتى لا يطول به ملل من قعدة خاصة يعني مثلا هو قاعد كده وهو قاعدين مثلا ان كان قاعد للحظة كده وقارم يستحملها ويقول انما ان كان حيقعد بقى ويرسي يبقى مرة عايز يبتكي كده مرة عايز يعمل كده مرة عايز يمدد يبقى لازم عنده بقى شوية نمارك وشوية حشايا وشوية طناء ومش عارب يقعد يتريكن على كيفه بقى وديا دليل على ان القعدة ايه حتطول ومدام حتطول تبقى تدعو الى الملال ومدام تدعو الى الملال يبقى نديله حاجة عايز يبتكي كده يحط دي عايز يبتكي اللي ورا يحط دي عايز اعطها تحت رجلهم قال لي المتكا ايه اعدت لهن ايه متكا دليل على ان الجلسة ساعة ايه ستطول وقاتت كل واحدة منهن سكينا تخطيط معا وقالت في كين لازم يوجد مبرر لما جاء السكين يبقى لازم حاجة تتقطع بالسكين اسم دام متكا واعدت طولي يبقى في اكل يبقى في حاجة تتقطع بالسكينة يبقى لازم تكون كده وقال تخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهم يقالوا اكبرت الشيء كأنك قد تخيلته قبل ان تراه على صورة وقد تقول صورة من الحصن جميلة اوه الا انك حين تراه تكبر المرأة عن التخيل يعني اللي شفته ايه ايه في واحد تحدث عنه ويحدثك عنه حافي صيب ومشارك بلان لما تلقاه تلاقيه اكتر مما ايه مما حدث عنه ذلك الشعر يقول كادت مساءلة الركبان تخبرني عن جحفر بن عبيب اصدق القرن حتى التقينا فلا والله ما سمعت ازني باطيبة بما قد رأى بصري لقيت حاجة يعني ايه وفي واحد تسمع عنه حلم وبعدين حين تردقوا ما هو ده اللي كنت بسمع عنه ولذلك يقولون في المقابل سماعك بالمعايدية خير من ان تراه ياريتك في ضلتي تسمع عنه كده ولا شفتوش لانك لو شفتو الكلام ده هي ايه حينقضي بقى فيه مصر فلما رأيناه اكبرنه لما هم اقدر رأت العزيز بتراود فتاة ولازم الفتاة ده شكله مش عارف ايه وشكله ايه تخيلنا له صورة من الايه صورة من الحسن وبعدين شفوه اكبروا المرأة عن الايه عن الايه الصورة فلما رأيناه اكبرنه اكبرنه يعني يوجد على صورة فوق ما تخيل فيحصل فيه انبهار الانبهار ده يديه اول مرحلة من مراحل الانبهار الزهون الزهون يجعل الشيء الذي طرأ عليك فيه مرأك يزهلك عما تكونه انت بصدره يعني ان كانت تزال كده ان كانت في حاجة ايه ده في حاجة اكتئة ان كان فيه مش عارف ايه 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 حصل ايه يبقى تشغل بما رأيت عما كنت ايه فلما رأيناه اكبرنه اكبرنه هاله الموقف حصل لهم زهول الزهول نسلوا في ايدهم ايه شككيه وهم بيقطعوا البتاع فقطعنا ايه ايه دي تصوير قولي بقى فيه تصوير بقى يعني يجيب الصورة مثلها فلما رأيناه اكبرنه وقطعنا ايه وكلنا حاشة لله حاشة لله كلمة حاشة دي معناها تنزيه معناها تنزيه والتنزيه لمين لله طب والتنزيه لله ما موقفه هنا ام قال لك ان الله منزع ان واحد زييدة ملك زييدة يتيجي منه ازاي دي تيجي ازاي تنزيه لله او اننا ننزهه عن ان يكون قد حدث بينه وبين امرأة العزيز ايه شيء وهذه الشهادة مش لهادة هوانا ولا حاجة ده شهادة لمين تنزيه مصدره من الايه من الله حاشة لله ده مش بشر ده ليه لابد ان يكون قد خرج عن صورة من ارقى صورة الانس اللي شفوه فقال لك انا ما شفناش حاجة دي في الانس يبقى ده ايه لازم يكون ايه ملك والملك ده شيء من التخيل تخيل انسان لما يجي تخيل ده ملاك ملاك يعني ايه على اجمل صورة لان الخيال قد يحكم على الاشياء المتخيلة الحكم اللي يناسب صورتها في الايه زي ما نتصور الشيطان الشيطان نتشوه ايه واحنا شفنا الشيطان باشوفناش انما حين نتصوره نتصوره بايه بابشع صورة وحين نتصور الملاك نتصوره باجمل ايه باجمل صورة فالشيطان نتصوره بأبشع صورة البشعة دي بنختلف فيه انت قد ترى شيئا بشعا غيروك لا يراه يعني مقاييس الجمال في الأمم بتختلف التي فيه مثلا في أوسط إفريقيا من الجمال أن المرأة تكون شفتها قد المجور زي شفت المجور كده وكذا تبقى مسائل ما عرفاش دي ووسائل الجمال عندهم من المرأة يكون شعرها أكرد أو مموذ 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 وبعدين أكدت الحضارة الحديثة أن هذا لون أيضا مما ينجذب إليه الإنسان في الجمال بدليل أن الستات يروحوا لهم يقول لك إيه اعملوا شعر إيه كده مش عارف يعملوا إيه يعملوا إيه فيه الشعر السائل دايما يعملوه كده دليل على أنه يبقى فيه جمال إذن فالجمال ماقولهم بالإيه بالتشكيك ماقول بالتشكيك هذا يرى جميل وده مش جميل وده مش فكرة والحق سبحانه وتعالى يقذف معايير الجمال في النفس الإنشارية الإنسانية على قدر مقومات الالتقاء في الانسجام تلتفت لا إخاذة والقصة دي فيه بنات جميلات للجمال البائقة والملابس المشعر في البراقة وبعدين كل دي هو لا يجيب باله ويجيب باله البيت الخدامة اللي عند الجماعة التانيين دي ويقعد برضو إيه قال لا تسألة مش تحديد علشان المسائل ما تبقاش كده ويذلك يسمونه عمدنا في الفلاحين وفي الريف قولك كل فولة لها إيه لها تيال وواحد بتنخطب البنت وبعد ذلك يجي لها واحد ما يعجبهاش أو هي ما تعجبوش وبعدين يجي واحد تاني يتجاوز يبقى معناها أنها عجبته يبقى إذا مقاييس الأول ما جاتش ودي مقاييس التاني جاتت مسألة ما يعرفهاش إيه شكلها أو لأطط الجمال أو لأطط الانكذاب ما يعرفش هي تكونها إيه إلا خالق ساعة ما يريد ربنا يجمع كده يكتب إليها القبول ويبين فيها سمات الجمال اللي تعجبه بس إن كان يعجبه الشعر يبقى شعرها وإن كان تعجبه إن كان يعجبه جسمها إن كان يعجبه ما يعرفش أي اللي بيعجبه فيها فإذا هم ملك كريم يبقى للصورة الجمالية العليا اللي ما فيش في الإنس ما يعطيها والشيطان الصورة القبيحة اللي ما فيش في المراء اللي بنشوفها ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبشع لنا في القرآن شجرة الزكوم قال إن شجرة الزكوم طعام أسير كالمهل يغلي في البطون كغالي الحميد وبعدين يتكلم عنه إنها شجرة وكلمة شجرة توحي بالاخضرار والرعرع تنبط في أصل الجحيم شجرة وتنبط في النار مسألة مش قالك ما هو الجامع بين الأرضات هو بس إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين حلا طب دي احنا بنعرف أن التشبيه عادة يأتي في اللغة ليشبه لك شيئا مجهولا بشيء معلوم لتأخذ الصورة لكن إحنا لا شفنا الشيطان ولا شفنا شجرة الزكوم يبقى إداني شجرة الزكوم اللي لسه مش وإن شاء الله ما نشوفهاش أبدا كأنها رؤوس الشياطين لذا شفناه ولذا شفناه مع أن التشبيه يشبه إيه مجهولا بمعلوم عشان يديك صورة للميزون من المعلوم فما دون رؤوس كده كده إزاي دي تيجي أم قال لك طب هات كده أنت بلاش تسيب الآية ده وهات الرسامين اللي في الدنيا أقول لها توع الكاريكاتور وخليهم قلوهم إحنا عايزين نعمل مسابقة لصورة الشيطان كل واحد يمسك الريشة بتاعته والألوان والورق ويقضي إيه يرسم صورة للشيطان لو رسموا مليون صورة كل واحد يرسم صورة ومسكت الصور ما فيه الصورة تلتقي مع صورة كل واحد صور البشاعة بإيه بشكل يتخيله هو ده تصورها كده وده تصورها كده واحد يتصورها بإني بقوا عامل كده واحد يتصورها بإني أنا مشروطة كده واحد يتصورها بإني أنا هنا ومش حال كل واحد يتصور الصورة البشعة لو أن الله صور طلع شجرة الزقوم بشيء بشع محدد يبقى ألزم أخيلتنا في هذا الشيء البشعة تبقى على لون لكن لما يشيعها كده يبقى كل واحد يتخيل في الشيطان الصورة القبيعة يبقى رب المعنى وزوده ولا يقصره يبقى ربه وزوده إذن فلما قاله ملك يبقى عادنا نستقرق معه واجبناش يبقى ده صورة ملك كريم ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم قالت لأت الفرصة بقى مدام ارتفعوا به هذا يبقى قلت لهم يعني أنا معذورة ولا لا يبقى بالداءة تثبت لنفسها إيه العذر قالت فَذَلِكُنَّ ذَا يعني إشارة من؟ ليوسف وذَلِكُنَّ خطابٌ لمن؟ للنسوان يبقى فيه إشارة وفيه خطاب فَزَلِكُنَّ